ومازلنا نتابع جولة رئيس الوزراء التفاقدية في مشروع تطوير القاهرة التاريخية حيث تفقد مدبولي مشروع إعادة إحياء حديقة الأسبكية التراثية وفيما يتعلق بالأشجار التاريخية بالحديقة وجه رئيس الوزراء بوضع شرح حول تاريخ كل شجرة ونوعية هذه الأشجار كما تفقد مدبولي أعمال إعادة إحياء النفورة الأترية حيث تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ المشروع ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالنفورة الأترية قبل نهاية العام الجاري وخلال الجولة وجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال مبنى سنترال العتبة أفضل استغلال بما يحقق أقصى استفادة منه ويسهم في إبراز الهوية الحضرية وتاريخية للمنطقة